باي نقدم شوية نحكيه على اللاعب اخر اللي هو الياس العاشوري البي رح الناخب الوقت عن القيس العقوبي قال موسى بنتي احمد كنت حاضر في الكونفيرونس وقال عنده اصابة رغم اللي قال حبي يجي لكن خفى الظرنة يقعد يرتاح ويلعب بزرق البي رح تفاجئنا انه موجود على البنك متاع فريقه كوبنهاجم في المسابقة الاوروبية لعبه مع رينجرس ورغالي هك باي سيواجدي خانس لكن انه انه كل اللاعب يجود على البنك مش مفروض معناتها جاهز بشي لعب معناه اذا كان مصاب ما يقعدش على البنك خاصة في اوروبا معناها تعرفش معناها ملاعبي جاهزا قاعد على البنك معناها اخذاء المدرب اخذاء الظول اخذر ما عنده طبيب ما عنده اللي تر طبي اللي هو هو ما تخلشه بشكون هو في حين ما لعبش حالا دقيقة ما يلعبش اذا كان بقاه على البنك يعني جاهز في كل لحظة وعلى ذمة المدرب رغم ده ماش ملاعبي جاهز انت درجين وربع ساعة دك تبدأ تبدأ من ناحية لياقها وكل شيء لكن تبدأ اصابة يا جاهز يا مجل جاهز يعني ذا ماشي اذا كان قعد على البنك الاحتياط يعني جاهز واني عنيش خدتك المقاييس يعني تختلف من اللاعب الى اخر مش معقول معناها اذا كان اللاعب موجود على البنك متاعهم بعد ما يجيش المنتخب خطروا سوادي زون موصاب يعني ذا ما ناس رافضة تجي للمنتخب هذي واضح يعني والعشوري مش اول مرة حتى مرة الفتت يعني كيف كيف يعني ساسوري بيت لحكاية وانا وصلنا لدرجة هون المنتخب اللاعبين معاتش يحبوا يجيوه انتي يحمد كنت حاضل بلحفة تنفير لاي ما نظلموش وعدنا اي اتفأي نوسيقى القبال لا صحيح اتلكه هم المرأة ذي على قول المدرب اتصل بي وعبر الملاعبي على رغبته ومش يعاز الصفوف المنتخب الوطني واستعداده مع انت في كل الظروف بيش يجي للمنتخب والمشكل هي اصابة اصابة تعرضي على مسوى اللادي عليش في البنك البارح موجود حادي مدم العبش لا مدم العبش حد ع البنك يعني جالي حد ع البنك مانا يجمي يدخل معناه حتى 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 موسعب وقايس قال ايه نقدم مصلحة المليعبي معنات على اذا كنا نرى المليعبي مضروب مجيسا نزد نكمل عليه. يعني باش هذا يأكد لك اللي المليعبي رو ما واش رافض المجيل المنتخب الوطني. اما كي يجي مضروب وما ينجمش معناتها يعطي الاضافة المرجوة. عاليش يجيبوه فيه معنات المرة دي رو مناق ظلم. لا لا. بي لا قلش يتلكها المرة الاخرى. لا لا لا. المرة اللي فاتت. ايش نقول يتبقل. مو كي يبدأ عنده سوابق احمد يزيلي خليني نشك لك. عنده سوابق وقتيني المرة اللي فاتت. كي تستدعاها تقوله رك مش بجي تلعب تيتولار. كون قال لك قلوله هك. عني قلت لك انا اللي اتصلوا بيا قلوله رك مش بجي تلعب تيتولار. رك بجي تقول. مش بجي تدخل في الكونكورنس. اي بجي تدخل في الكونكورنس. المرة اذي. عليها مكتوبة باسمه ويلعب تيتولار معناها. انا اتصل بيا قيس العقوب هو اللي يحكي في الشي هذا. قال لك انا اتصلت بيا الولايات معنا تعبر على رغبته. وانو يجيه للمنتخب الوطني في كل الظروف. ووصلوا حتى يفكروا يلعبوه بالحقن. لكن المنتخب الوطني يلعبوه بالحقن ولا الجمعية بتاعه. ليه ليه. يبدو لي الزوز زيت. حتى جمعيته. حتى جمعيته. مستحيل. لا اسمح ترفيه شبي. يبدو لي ضغطوا عليه بشي لعب بالحقن زيت. ليه. لا يزيم ناشي داده شو. لا يزيم ناشي نعبوه من ثانو ظلموه. ايه ما حبيتوا شي يقع على البيج. عمي بتاوه. كنت تقدر بثابة منذ هايات تقريبا. بمعا تعاندك ملاعب بننجم شعر عبو مساب. تخليها على البيج. حتى لو كي لاعباش. انا ضد الزلق. اذا كان ملاعبي بنجم شعر للإضافة 100%. حتى في 10 دقائق لاعب 40 ساعة لاعب. نفضله انه يبقى على البيج. إذا كان ما عنديش فكتيف اللازم إذا كان فهم اللي في فضل أنه يرتاح ويعني يقوم بالعمل المتاعه الفردي مع الكنيه وإلا مع المعدل البدني يعني ما يقعدش على البنك آآ ما نعرضش إحنا شنو الكونتكس في النادي غادي ماناش عايشين أو عنده كيبالجي باش نكون واضحين كيبالجي شيء بلو جراف كالأدكتور يعني يفهم مشكلة مشكلة حاجة سريع حاجة جادة دونك آآ حسب رأيي المرة اللي فاتت لك المرة هذي حسب بنشوفه يعني البيار حقا على البنك للإحتياج دونك آآ دونك الحكاية جدية معيش حكاية متاع آآ متاع تمارض وإلا ما حابش يجي للفريق القومي الفريق الوطني دونك للمرة جاية إذا كان فهمه تلك تلك من نوع هذا نفضل وإنه آآ ما معادش يقع السدعاء للمنتخب الوطني لك يقعد على البنك إسلام رأو ثم حالتين ردوا بالنازم ينفرقوا بناتهم تمام لعبي يبدأ الفيزيك مو موش حاضر من ناحية الليقة بدنية ينجم يعطيك ربع ساعة ربع دراجين ينجم يكون موجود دربان كما إيصابة يا جاهز يا ما كالجاهز في الإصابة تماش يعني ماشي تماشي خاني إخونايك مختار أنا والله أنا رأو فماش المنتخب رأو نعطيه فرص أخرى أو فرصة أخرى أنا من المرة اللي فات ترفض أنا معك ما عادش بالنسبة لي وأي لي عبد هذا مشكن هو وأصلاً نحكيه ورونة مش نحكيه على يامال يا أخي أنا تفرجنا فيه يا سيتي تي موت عدنا من الكولورة متيعه صدقني يمكن نشفه ما شكونيك أذبني إلا فسخ جوار راني بعض ساعات نرجع بعض بين الميتون الميتون كيب ناسونا نحط اسمه ونتفرج فيه في جامعيته الراجل يدخل يبنيتري ويجي من هنا يقول يا ولدي بيك شي غالطين فيه هذا هذا يا سيد مش يزرقوله هذا كيحنطوه ما عادش ينجم راهو يكون مريقل في جامعيته وهنا رينا رينا ما عمل شي معني إلا إيزي ما تقدم شي والله تعرفوا قتاش يغيذنا نحن مشكلة مختار سامحني مشكلة في المنتخب الوطني منذ سنوات هو التوظيف اللي عبين اليونسط البر خاصة في جامعيت كبيرة وقتلية أربية كبيرة في تونس برشا متقلقين في جامعيته مجي منتخب اللاعب تعطيك مفيدة علي معلول علي يوسف عمر العيوني سيف الطيف مثلا برشا ملاعبين متقلقين في جامعيته مجي منتخب بولي اللاعب آخر يا سيد سخيري كيف كيف حاطرة تخرج الملاعبين من الكنتكست متاعه اللي ينجم يقدم فيه لإضافة احنا مرة مع مع كونجريم مع الاناليسة متاع المنتخب الارجونتيني قبل الارجونتين عملت مع حلقة زوم مع المدربين حكاوا أنه في الكاس العالم من بتاع قطر بشي يوظفوا ميسي في صالح المجموع برشا قالك شنو ميسي يعني واحد ملاعب واحد من نجمش يقدم الإضافة دونك لكن هنا هو أقنعنا اللي يحاولوا توظيف ميسي في صالح يعني الناس كل تخدم على ميسي وهذا كلي صار في كاس العالم احنا هنا معناش ميسي ومعناش رونالدو عنا ملاعبية ممتازين يعني ما هونش فوري كلاس بالإيطالية ما هونش حاجة كبيرة برشا ما هونش حاجة يعني بريمون على رونالدو وعلى ميسي لكن ينجموا بليزموا يصنعوا الفارق وأفضل شوي خاصة تكتيكين وبدنين الملاعبية اللي ينسطوا في المطر الوطني دون اللصوص اللي كان يحكي فيه المخوة حكام على الملاعبية قالوا انت رك ما عطيت حتى إضافة ليكيب ناسيونال ما عندك جميكوه قال الملاعبية ما خليت حتى إرث باش تدلل عليه الملاعبية بارا مو تشكلوا مستاتيوهم تاعوا من اللي انتقادات اللي قاعدة تعرض لها قايس فهموا قالوا رك انت عندك سفر إنجاز مع المنتخب يعني ما عندكش على استتكى ما عندكش على تستند في رفض دعوة دعوة للمنتخب الوطني ولا نكتوفر ذروحك تلعب أساسي ما يحسب القايس الياقوبي تجيب عندي هنا تولي بسرعة خاطر ما بكري نقول لكم هيا بش نخرج القايس الياقوبي ما يحسب لي نجاحه في ترويذ أحمد الصالح ترويذ أحمد صالحي عنده يد في الليستة هذي عنده نهاريين عنده أربع يام ويمدح في قايس الياقوبي نمشي وفاصل الموزيكة بعد كمان نحكي وبقيت كيف حصتنا اليوم